مشاهدينا وتطبيعينا الكرام اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة الصباحية من صفحة تكم العربية على فيسبوك معكم المحل التقني جزاف ضهرية بهذه الجلسة رح نمر على معظم الأزواج والعملات الرئيسية ونستخرج بعض فرص الاستثمارات اللي موجودة عنا من منصف التدور وطبعا من العملات الرئيسية وايضا من المعادن والسلعة بالنسبة لقليه طبعا فرص الاستثمار والكرود اويل هو اكتر خلينا نقول معذن او خلينا نقول سلعة كنت حابب انه يكون عم باستثمر فيها انا وياكم ولكن بعض الشيء كانت بعض التقلوبات الضخمة وكنا متوقعين ودخلين بمراكز شراء على الكرود اويل وكنا متوقعنا انه ممكن نرجع نزور اذا بدكن موجة سي لها تقريبا مستويات ال54 وال55 يعني هذه المستويات المنتظرة كانت على الكرود اويل وهذا المجال او هذه الفسحة اللي موجودة عندي هي الفسحة المنتظرة ازا بتكون الارباح فطبعا كنا دخلنا بمركز شراء ولكن من ورق التقلوبات اللي شاهدناها هو وامتدادات هذه الموجات بهذا المثلث اللي عم نشهده طبعا كنا خلينا نقول جعنا اغلاقنا لمراكز وما قدر من نستفيد منه ولكن انا اللي بقي قلني انه الاشخاص اللي بفكروا بالاستثمارات على الاسعار النفط بنصحهم انه يكون عنده ضوء استثمارات او مراكز شراء على هذه السلعة لانه اتوقع على بجلسة القادمة يعني اذا مش بجلسة اليوم ممكن بافتتاح جلسة اسبوع القادم نهار التانية ان شاء الله نكون عم نسجل مستويات وقمم جديدة واختراك مستويات المقاومة اللي موجودة عندي بهذا الشكل بشكل المثلث اوكي فا اتوقع زيادة مستوى الاربعة وخمسين اربعين والخمسة وخمسين على المدى الوسط للأصير ارتفاع الاسعار النفط مفروض كانت تقدي بضغط سلبي للدولار كاد ولكن لا اتوقع انه هذا الشيء ممكن يحصل فبهذه الحالة ممكن هذا التراينجل او هذا المثلث عم ندخل فيه على الكرود او على اسعار الكاد او الدولار كاد كان مفروض ان يكون داخلين بمثلث ولكن مير على انخفاض وتكمية اتجاء الهابط بما انه طبعا النفط عم يعمل لي مثلث وتسجيل بالاتجاء الصاعد خلين نقوله بموجة اندفاعية مفروض كان الكاد يكون لعكس صحيح منخفض وجعلنا دخلنا بخلين نقول موجة موجة يعني خلين نقول مرحلة افقية بشكل مثلث والاختراك بشكل معاكس ولكن عم نشهد علاعة ايجيبية بين اسعار النفط ليتلي واسعار الدولار كاد وهدي شيء طبعا غريب ومن ممكن نشهده غير بشكل ديسمبر اما بالنسبة للعملات الرئيسية الاخرة كانت شاهدنا بعض التراجع لعمل الاوروبية الموحدة وانا بالنسبة لقالي كان انتهى السيناريو الايجابي لهذا الموضوع كان عندي اخر امل هذا القاع لتلكم من اخر قاع لاخر قمة اللي كانت توقعنا من ورد مثبت اسعار اليورو دولار هذه المناطق اللي هي المستويات كانت الستة سبعين فاصل اربعة بالمية وتوقعنا ارتفاع هذه المستويات وبداية موجه الدفاعي جديد لموجه الامتلاتي ومع اختراق هذه الشمعة خلاص يعني انهاينا السيناريو خلينا نقول الايجابة لليورو دولار وبالفعل التقلبات اكتر من صعبة انه نقدر نستخرج منها طبعا نقاط وبيبس فانا بنصحكم طبعا من هلأ يعني بعد في 15 نهار لنهاية شهر ديسمبر بنصحكم وصدقوني انه لازم نبعد شوي صغيرة عن فرس الاستثمار هلأ وعن السوق وعن الرسول البيانية عندي سوق كتير عم يكون خطير عندي تقلبات ضخمة عندي اشارات شراء عم تنكسر بشموع بيع وعندي اشارات بيع عم تنكسر بشموع يعني شراء فبهذه الحالة ما ممكن تقدروا تستخرجوا فرس استثمار غير ما تكون فرس استثمار بسيطة جدا اكتر من 10 او 15 بيب ما فيكن تسحبوا من السوق بهذا الشهر فانا بنصحكم ولو ربحتوا مركز او اتنين ممكن تقسروا ثلاثة واربعة وخمسة وستة بنصحكم دالكم على يمين السوق نتكلم شوية اقتصاد ولكن التحليل التقنية ليست موجودة للأسف بشهر ديسمبر كنت عم بقرأ مقال وطبعا كنا هيك عم نتداول الحديث انا يعني صديقي اللي قالي ايضا بالتحليل التقنية وهو عنده خبرة اكتر من 15 سنة يعني طبعا انا كنت بتعلم منه التحليل التقنية فكان عم بقى اللي عم بيقرأ بعض المقالات لأحد الاشخاص الضخمين بالسوق الفوركس والمشهورين اللي هنا طبعا بيتداول وطبعا اجانب يعني وعندهم هاتش فانكس ضخمين عم نتكلم مثل الاسامي الكبار مثل جورج سوروس وورن بافت والى اخيرين عم نتكلم وعم بيقرأ ازا بتكون هذا المقال وهذا المقال بيقول انه السوق ونفسية السوق اصبحت صعبة جدا وما عم يقدر يستخرج فرص استثمار على المدى الوسط للطويل ما حدل عم بيقدر يقرأ السوق اكتر من خلينا نقول اه اه شمعة او شمعتين لقدام نحن قبل كنا نعمل سيناريات مفترضة ونحدد على انه طبعا عندي على سبيل المثال اه امفرساد ان شولدرز نمط رأس والكتفين اتوقع زيارة هذه المستويات ارتداد منه اختراق الى اخري كنا نقدر نتوقع سيناريات ممكن تكون موجودة عندي على المدى خلينا نقول الوسط اقل له مش راح اتكلم على المدى الطويل ولكن هلأ بتلاحظ انه ممكن ناخد اشارة من السوق ولكن هذي الاشارة على سنباين الساعة نقدر نحدد شمعة او اتنان ارتفاع خلينا نقول ومن ثم اشارة انعكاسية بتجي بتجي وبتغير او بتخربط او بتخربط هذا التحاليل اللي امنا فيه فبكل بساطة لا يمكن تحديد سايكولوجية التداول اللي عم نشهد على سوق الفوريكس غير ما نقدر نغير طريقة التداول واستراتيجيات التداول اللي عم نتباعه يعني انا بوعدكم انه ب2019 ومع بداية سنة الجديدة طبعا راح يكون عم نبش على استراتيجيات تداول اخرى يعني هلأ كنتوا عم بتشوفوا نفس استراتيجيات التداول عم باتباعه تقريبا من شهرين او ثلاثة لورا ولكن هلأ مع افتتاح السنة الجديدة طبعا احنا مجبورين وملزمين انه نغير استراتيجيات التداول طبعا انه نتاقلم مع السوق انه نتاقلم مع الرسوم البيانية مع التقلبات نقدر نعدل بعض المؤشرات بعض خلينا نقول الانديكيترز الموجودة عندي على منصة التداول البولنجربان سوبر بوليك اسيقال لازم نعدل الاركام نشوف شو اللي بلائم وبناسب اكتر هذه التقلبات الدخلية خلينا نشوف انا حشريا حاب ادخل شوي واشوف مؤشر الفيكس او الفولاتيليتي اندكس هلأ في هذا الشهر في شهر بسم وين بيكون تقريبا بالضبط اذا مدخل على الفيوترز بنشوف الفيكس مؤشر الفيكس لايكم باللون الاخضر ومدول لون الاخضر طبعه مدول لون الاخضر لما يكون الفيكس او الفولاتيليتي اندكس بالاخضر يعني عم نرتفع الفولاتيليتي اندكس يعني التقلبات مؤشر التقلبات لما يكون عم بيرتفع مؤشر التقلبات يعني عم نشوف بعض التقلبات الخطيرة والضخمة بسوق الفوركس وهذا الشيء طبعا بيستصعبه المستثمر والمضارب فكلما يكون فولاتيلة اندكس مرتفعة كلما تكون التداول خطر جدا وكلما يكون راقد إذا بتكون بهذا الشكل وبمرحلة أفقية ميلة على انخفاض بتكون أمور أفضل وعم نقدر نحدد الاتجاهات العامة بالسوق بقى أو بأسوأ المال عم بتلاحظوا بعض التقلبات أيضا بمؤشرات الأمريكية ارتفاعات انخفاضات ضخمة قريبا راح نكون عم نثبت قاع معين لنبتدى بإرتجاء الصعد على المدى الوسط للقريب انتبهوا من هذه السيناريات أنا بلاقي مستوى 37 أيضا لأسعار الدهب ممكن تكون مغرية جدا للشراء هذه المستويات اللي تم تثبيتها هلأ 3740 مستويات مغرية جدا لبداية موجة اندفعية جديدة لأسعار الدهب وبأخذ معين الاعتبار أيضا الموجة الخامسة اللي هي 1 ويف 1 قد انتهينا منها ويف 2 ويف 3 وهلأ سجلنا ويف 4 بمرحلة أفقية إذا بدكم بهذا الشكل أوكي ونتوقع موجة اندفعية ويف 5 لزيارة مستوى 1260-1265 على المدى الوسط للقصيد ارتفاع أسعار الدهب بالمراحل القادمة وبجلسات القادمة ممكن تقدي بدقة سلبة أيضا للدولار الأمريكي ولكن هيدا الشيء أيضا ما عم بيحصل فبالنسبة لأيلي الفرصة الوحيدة اللي ممكن نقدر نستخرجها من السوق بالوقت الحالي هي شراء طبعا النفط أو الكرود اويل يعني طبعا استاذ ويسام أهلا وسهلا فيك بها دي الجلسة قالنا زمان ما شفناك معنا طبعا هذا الشهر عم يكون خطير جدا بالفعل ويعني أبرز المحلين وعم نتكلم أنا وأصدقائي على السوق عم ناخد رأي بعضنا منلاحظ أنه نحن يعني بتحس حالك أنك أنت منك قدر تملك السوق بتحس حالك في هذا الشهر أنه أنت كل المعلومات اللي جنيتها خلال السنة وقدرت أنك أنت تحددها وتتعلمها خلي نقول والمعلومات عامة اللي اجمعتها خلال السنة بتلاحظ أنه ممكن تخسرها في شهر ديسمبر وتحس حالك ضعيف أمام السوق وبهذه الحالة ممكن معنوياتك تنزل ومع دخولك للسنة الجديدة فما بدي هيدا الشي يصير وبدي خليكم المعنويات تكون مرتفعة وتعرفوا أنه هذا الشهر مع أغلاق السنة والتقلبات ضخمة جدا ما بيكون عارف السوق وين عم يغلق ما بيكون عارف اليورو دولار وأسعار الدهب ورح تغلق على أي مناطق على أي أرقام وين عارفين الهدش فانز الكبير وين بدون يغلق أسعار الدهب البنوك المركزية الضخمة مش عارفين شو عم بيصير بالسوق فباقي دلحالة التقلبات يعني خطيرة هلأ بالنسبة لإلي وطبعا ما استراتيجيات التداول اللي كنت عم بتتكلم عليها اللي بدأ لكم يهيه أنه مع ارتفاع الفوريكليزي الاندكس طبعا ما في حداً قوي على السوق هلأ اللي كنت عم بتكلم فيه أنه ممكن تقعى ارتفاع أسعار الدهب لذي المستويات المستويات السبعة وتلاتين تقنيا عم بتكلم ممكن تقنيا ما تكون ماشي بقى ولكن عم بتكلم تقنيا أنه هذه المستويات مهمة جدا لبداية موجة الدفاعية بالاتجاه الصعاد لأسعار الدهب وتسجيل مستوى الالف وين وستين خمسة وستين فعادة لما كنا قديما ننظر لأسعار الدهب ونشوف ارتفاع أو نشكة خلينا نقول سيناريو إجابة على أسعار الدهب كنا نتوقع أيضا سيناريو إجابة لليورو دولار سيناريو سلبة للدولار الأمريكي ولكن بالوقت الحالة منلاحظ ارتفاع أسعار الدهب انخفاض أسعار اليورو ارتفاع الدولار الأمريكي انخفاض الدولار يان ارتفاع الدولار كاد انخفاض النفط انخفاض المؤشرات بهذه الحالة عندي أصبح علاقة خلينا نقول negative correlation وأيضا عندي نوع من الاختلاط بين العملات الرئيسية وأيضا المحرك السوقي اللي هو الدولار الأمريكي فبهذه الحالة ما فيك تكون أنت داخل بمركز شراء للدهب وتكون على سبيل المثال داخل مركز شراء لليورو ممكن بكل بساطة تاخد إشارة سلبية على اليورو تدخل بمركز بيع على اليورو ومركز شراء على الدهب ما في زابتكن أنون هلأ بالوقت الحالي وخاصة بشهر ديسمبر على أنه ممكن يكون عندي بعض زابتكن التحركات المتساوية خلينا نقول اللي بيمشوا صويا العملات الرئيسية أو الـ Pairs أو الـ Exotic Pairs هلأ بالنسبة لأنه يعني Crude Oil هي الفرصة الوحيدة اللي حيبك أنا أدخل فيها وأيضا عارف أنه ممكن أيضا نشهد بعض التقلبات بالاتجاه المعاكس يعني أنا عارف كثير منيح أنه عندي موجة صعود لأسعار النفط وعندي موجة صعود لتسجيل ويبسي قبل ما نكفأ تجياء الهابت ولكن هذه الموجة أنا عارف كثير منيح إذا بتدخل بمركز شراء من المستويات الحالية لأسعار النفط ممكن بالغلط إشهد انخفاض لمستوى الـ 51-40 ومن ثم ارتفاع فأنا منتظر فرصة استثمار مميزة أو تدخل مميزة على النفط لا أقدر فكر بمركز شراء والمركز الآخر اللي كنت حيب أدخل فيه هو السترلينيان السترلينيان عاتيني موجة انخفاض أيضا على رسم بين السياح والأربع ساعات وحابب أيضا لسترلينيان يكون عم بدخل بمركز شراء فيه على مستوى الـ 14291 وبهذه الحالة هلأ دخلت بمركز شراء على استرلينيان من هذه المستويات الحالية وأتوقع أنه ممكن يكون عندي ارتفاع على زيارة مستويات جديدة وضخمة جدا كنت قلت لكم أنه استرلينيان والكريزي كراس من ورق انخفاض اللي بشكل المثلث ميل على انخفاض أتوقع موجة هلأ يكون عندي A وB وC يعني تاني موجة انخفاض وهلأ تلت موجة ارتفاع لزيارة مستويات الـ 151-152 قبل ما نرجع نفكر باتجار الهابط عن جديد على المدى الوسط للطويل فسترلينيان ممكن هذه المستويات يكون عم يسجل المستويات أكتر من رائعة أو خلينا نقول أرقام مغرية جدا لدخولنا بمراكز شراء هيدا بالنسبة طبعا لأسعار استرلينيان أو الكريزي كراس فأنا دخلت بمركز شراء بالمستويات الحالية رح ندخل وقف خسارة تحت آخر قاطم تسجيله عنه اللي هو تقريبا مستوى 141-60 تقريبا يعني بحدود 130 نقطة وقف خسارة للأشخاص اللي يدخلوا بالسترلينيان أو بالكريزي كراس إذا عم بحطوا وقف خسارة قبل 130 نقطة أو قبل 130 بيب بكون مجنون طبعا عم بعرض حل الانتحار لأن الكريزي كراس بيتداول بشكل سريع فأقلهم حطوا قف خسارة بعيد 100 أو 150 نقطة عن نقطة دخولنا بالسترلينيان لأنه أيضا للتيك برافت أو تحديد الربح على هذا الزوج اللي نتوقعه هلأ هو ارتفاع موجة سي لزيارة مستوى 152 ومستوى 153 فبهذه الحالة طبعا توقعه أو انتظره إشارة أو موجة اندفعية ضخمة جدا على هذا الزوج وطبعا بهذه الحالة ممكن يكون عم نستفيد طبعا من الارتفاع السترليني مقابل الان الياباني ارتفاع قوة السترليني مقابل الان الياباني ما بيعني ارتفاع الجي بي بي و اس دي ممكن ينخفض الجي بي بي و اس دي ولكن الان الياباني يضعف أكتر منه وبهذه الحالة بيرتفع كراس أو زوج السترلينيان فبننتبه من هذا الموضوع مش يعني شراء السترليني مقابل الان يعني شراء السترليني دولار أو جي بي و اس دي مش بالضرورة ابدا لتلكه الارتفاع هذا الزوج يعني لازم السترليني يقوى على اليان الياباني بغض النظر عن انخفاض الجي بي يو اس دي ممكن اليان الياباني ينخفض اكتر من السترليني يعني الدولار الامريكياني يقوى على اليان الياباني بهذه الحالة اذا ضعف السترليني يو اس دي او جي بي يو اس دي ممكن توقع ارتفاع ضخم لليو اس دي جي بي واي وبهذه الحالة بنشهد ارتفاع وموجة اندفاعية على الكراس كريزي كراس جي بي بيان. اوكي? فبدأ نكون عارفين هذه التحليل. استاذ انتو الاس بي فايف هندرد يعني والمؤشرات الامريكية صعب جدا تحليلها. ولكن اتوقع انه هذه المستويات تكون مغرية جدا للشراء المستويات الالفين وخمسمية وخمسين على الاس بي فايف هندرد. ممكن نرجع نزورها باخر موج بعد لزيارة او تثبيت هذا القاع اللي هو بكون عندي قاع مزدوج او دبل بطم قبل ما نفكر بمراكز شراء عن جديد. اتوقع تكملت الضغف للمؤشرات الامريكية لتثبيت اذا بتكون قاعان مهم جدا مثل الالفين وخمسمية وخمسة واربعين على اس بي فايف هندرد وعلى الداو جونز طبعا مستويات بعض اوطى ومن ثم بداية موجة موجة صعدة. اتوقع انه الموجة الصعدة ممكن نبتدي فيها بشهر واحد الفين وتساطاش من ورا ما يفتتح سوق سنت الجي على فجوة سعرية بالاتجاه الصعد. ممكن نشهد لتلكم هذا السيناريو انا كتير متوقعه انه ممكن نغلق هذه السنة 2018 باتجاه هابط للأس بي فايف هندرد وباتجاه صعد لأسعار الذهب وايضا عند افتتاح سنة 2019 ممكن نبتدي بفجوة سعرية باتجاه الصعد على الاس بي فايف هندرد وباتجاه هابط على اسعار الذهب وبشكل معاكس طبعا اوكي. فهيدي اه بالنسبة لقلنا على الاس بي فايف هندرد وعلى الاسعار الذهب. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لقلبي هذه الجلسة. ما عندي اي شيء اضيفه. طبعا ما عندي اي شيء مهم ايضا اليوم. وبالنسبة لمدونة تكمل ما تنسوا تدخلوا عليها كلمة لا تشوفوا ابرز التحليل الاقتصادية اللي اقوم فيها. وايضا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباحي. من شركة تكمل مباشرة كمعكم المحل التكن الجزاف الظهري. شوفكم باسبوع القادم ان شاء الله الى اللقاء.